وقعت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تعاون مع مبرة السعدة للمعرفة والبحث العلمي بهدف التعاون لتنفيذ برنامج التعليم من أجل التنمية المستدامة وتعزيز العمل بين الجانبين فيما يخدم البيئة الكويتية والمصلحة العامة وتعنى مذكرة التفاهم بأعداد برامج عمالية من أجل التنمية المستدامة في مجال تطوير الثقافة البيئية وتعزيز قدرات المعلمين في ترسيخ مفهوم حماية البيئة وتطبيق القانون الجديد لحماية البيئة بدوره أوضح المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الصباح أن الهيئة وبمناسبة يوم البيئة العالمي وقعت كذلك اتفاقية أخرى مع فريق مبادرة نحميها التطوعي بهدف التعاون والتنسيق بين الجهتين في نشر الوعي البيئي بخطورة النفايات المنزلية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني مدئدنا للجهات التطوعية والمورات الخاصة للوصول إلى بيئة أفضل بالكويت وإن شاء الله سيتم توقيع مذكرة التفاهم مع جهات تطوعية أخرى في المستقبل لأن البيئة ليست مختصة في هيئة واحدة ولكن هذا فكر كبير عالمي لجب التعاون فيه للوصول إلى الأفضل هذه الاتفاقية مبنية على برنامج تم تمحيصه وفحصه من جانب الهيئة قبل الموافقة عليه وإن شاء الله سيكون هذا الأمل في خير لخدمة هذا البلد ومواطنيه والأجهال الشابة